نجتمع اليوم في البصرة ولأول مرة لتسليط الضوء على قضية مهمة جداً وهي علاقة التغير المناخي بالاستقرار في العراق وجنوبها تحديداً سيناقش محدثين مشكلتين اللي هي المياه والتصحر والحلول المقترحة والجهود المبدولة في هذا المجال السلام السلطان الأشياء المناخية أقومون بسيطة جوى كما تعلمون بسيطة العراق كيف يربط المقابلات وكيف يساوح المعبادة من الناس وكيف يساوح المعبادة إلى المدينة ويعني إجمال كل هذه المساحات فقد بلغ ست ملايين وتسعمية وست ألف وثمانية وتلاثة وعشرين دونان بما يعادل 95% من المساحة الكلية لمحافظة البصر المدينة ونكرمها فقد أننا نرى مرحلة في أراضي ودفنها هم يؤثرون الأخبارات المستهلات وضائعة وكذلك المستهلات في الجنة ويؤثرون الأمر الآن في مريض كذلك نرى في إراك ومن أخرين في العالم أن التغيير المتحدة والتغيير المتحدة يتحدث هنا والآن هذه الألفيدونم تم زراعتها بالنخيل وتم جلب أكبر عدد من أنواع النخيل الموجودة في العراق ومن خارج العراق من أجل الاستفادة منها وأحياء مزارع النخيل في العراق بعد الأضرار التي تسببت بها الحروب طبعا استجابة المجتمع كانت استجابة رائعة كل مكونات المجتمع رجال ونساء شيوخ وأطفال رجال الدين مدارس جامعة العسكريين عندما نعمل في تشجير القاعدة الجوية أو أي وحدة عسكرية هناك تلاحم هناك تلاحم مع هذه الحملة لأننا نعمل على العرف فعلا نعمل على العراق change not only as a security risk or threat but above all as an opportunity to cooperate to work together to combat saltwater intrusion plant trees and climate smart irrigation